صباح الخير جملة كان يرددها السوريون في الماضي أما الآن لم يعود صباحهم يحمل الخير والأمل استباحت المقاتلات الروسية سماء البلاد وقصفها مدنا وبلدات وعدم تمييزها أطفالا أو كبار السن آخر مجازرها غارة على مجفى تابعا لمنظمة أطباء بلا حدود قرب بلدة الحامدية بريف إدلب راح ضحيتها عدد من القتلى وكان لمدينتي ريف حمص الشمالي أيضا نصيبا من نيران من يدعون محاربة تنظيم داعش في سوريا سبقتهم برالي الموت ما كانت تعرف بالعاصمة الاقتصادية بموت عشرات الأشخاص بأحياء حلب القديمة وعلى نفس خطى الموت الممنهج الذي يتبع في سوريا كان لدير الزور ودرعة ناصب من نيران الطائرات الروسية التي تمثل الغطاء الجوية للنظام الأسد سياسيا وقف الحملة الجوية الروسية ضد فصائل المعارضة وإيصال المساعدات المادية كان جوهر حديث الرئيس الأمريكي باراك أوباما بنظيره الروسية تركيا نفت على لسان وزير دفاعها عصمة يلمز دخول أنقرة بريا إلى سوريا أما تركيا مستعدة لردع أي خطر يهددها من الجانب السوري وفق ناشطين وكانت الأيام الماضية شهد على قصفها ما يسمى بقوات الاتحاد الديمقراطي ووحدات حماية الشعب الكردية بمناطق شمالية غربي سوريا خسارة كبيرة للمعارضة بعد التقدم الذي حققته قوات النظام في حلب وريفها مدعومة بغطاء جوي روسي وما نتج عنه من كارثة إنسانية بنزوح عشرات الآلاف ممن أجبر على هجر منازلهم بعد شن المقاتلات الروسية غارة كثيفة على المدينة وتجمع هؤلاء الأحياء الأموات على معبر باب السلامة التركية أملا بفتح باب الرحمة لهم الموت بتهاجس السوريين فمن لم يموت بالقصف مات غرقا ومن لم يموت غرقا مات بردا فالموت أصبح يلاحق السوريين أينما كانوا وصباح الخير أصبحت صباح الألم سوريا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة